لابد للوصول إلى وقت إطلاق النار من أن تنسحب هذه القوات المهاجمة للعاصمة وأن لا تستمر في تهديد العاصمة بهذا الشرط الذي يماهد لمؤتمر برلين ويعد مبدأا رئيسيا قبل فتح باب الحوار السياسي نقل وزير الخارجية محمد سيالة في مؤتمر صحفي موقف رئيس المجلس الرئاسي فايزا السراج في لقائه مع وزير الخارجية الألماني هايكوماس والمبعوث الأممي غسل سلامة في مدينة زوارة سيالة نقل عن السراج أيضا ترحيبه بالمساعي الألمانية وربطه أي حوار قادم بعودة المعتدي دون أن يخوض في تفاصيله لكنه كان واضحا في تأكيده على لسان السراج بضرورة مشاركة دول الجوار وإن لم يسميها مع دول أخرى تشارك في اللقاءات المقبلة كي تكون مخرجاتها قابلة للتنفيذ حسب تعبيره في إشارة تعكس رفض الرئاسي أن تقتصر المشاركة في برلين على دول داعمة لحفتر الحل لن يكون إلا حل سياسي واستبعاد الحل العسكري بالمطلق وأنه لابد للوصول إلى وقف إطلاق النار من أن تنسحب هذه القوات المهاجمة للعاصمة وأن لا تستمر في تهديد العاصمة وأكد أيضا على ضرورة أن تشارك دول الجوار والدول الأخرى المعنية في هذه اللقاءات بحيث يكون الحل قابل للتنفيذ الموقف الألماني بدأ جديا في حديث وزير الخارجية هايكوماس في المؤتمر الصحفي نفسه الذي قال إن بلاده تود أن تتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا عن طريق إيجاد حوار بين الأطراف المتنازعة دون إقصاء ودون تدخل الخارجي الذي يعد سببا للأزمة مؤكدا دعمهم الخطط الأممية كشرط لأي حل سياسي وفق قوله قلت بوضوح إن الأمر لا يدور حول إقصاء أي طرف ليبي من هذه العملية نحن نحيط كل الأطراف بما يحدث في أي جلسة تعقد بشأن الأزمة التأثيرات الخارجية هي مشكلة رئيسية وعلينا منعها عبر العملية السياسية وفي حديثه في المؤتمر الصحفي وصف المبعوث الأممي مؤتمر برلين بأنه مسيرة جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي المتصاعد بشأن ليبيا لسيم الحرب ضد ترابلس وفق تعبيره قائلا إن لجنة تنفيذ ستتابع مخرجات المؤتمر المقبل هناك رأي دولي يخص ليبيا تصدعا كبيرا خلال الأشهر الماضية لا سيما بسبب الحرب التي أطلقت ضد ترابلس ولكن هناك إمكانية لترميم هذا الموقف الدولي رغم أن تركيز الموقف الألماني على منع تدخلات الخارجية ودفعه إلى وقف الحرب يعازز موقف الرئاسي إلا أن تعقيدات تلك تدخلات المعادية للمعترف به دوليا ونفوذها تثير مخاوف من أن تؤثر مجددا في شكل الحل القادم سلبا لسيم أن البعض يقول إنها نجحت حتى اللحظة في الإبقاء على تمركزات المعتدي وعدم تسميته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر